وأعتقد أنه الزحام كده كده هيقل لأن إن شاء الله هيتم تفكيك هذه الكتلة السكانية من خلال العاصمة الجديدة من ناحية والمدن الجديدة 14 من ناحية أخرى وكمان برامج الحد من النسل المفروض تبدأ يكون هي المشروع الأولى بالرعاية جميعا سواء إعلامية أو ثقافية أو حتى مؤسسية أو قانونية أو غيره أنا معرفش لكن أنا شايف أننا لم نقطع الشرط المطلوب في مواجهة الزيادة السكانية والانفجارة السكانية ودي قضية أولى بالرعاية وقلنا أنه لو لم يكن هناك وعيا بالمشاكل والأزمات والتحديات لن نصل إلى شيء أنا بكلم على الإرهاب طول الوقت ونرضى بنتكلم على الفساد وكلم على الإهمال وكلم على كذا وكذا كل دي معاوقات وبنتكلم على التنمية أنا بقى لي يومين بكلم على الاقتصاد وإحنا طورنا ووصلنا فيه من خلال أرقام وحاجات ومؤسسات دولية لكن هل هذا يكفي؟ أنا قلت واحد ماسك شوال وعمل يحط فيه فلوس وخيرات الله حلو قوي لكنه ما يعرفش أن الشوال مخروم من تحت اللي بيحطه باليمين بيسقط بالشمال فإحنا اللي بنعمله باليمين بيروح فين؟ في 2 مليون ونص ناسة ما سنويا زيادة يعني إحنا كل بيت بيزيد قد إيه؟ كل أسرة بتزيد قد إيه؟ هو إحنا مش هنموت الناس لكن إحنا بنقول إنه نظم يا سيدي لأنه إنت عندك واحد أو اتنين كفاة هذا يكفي كويس جدا وربنا يبارك فيهم المجتمعات الفقيرة والعشوائيات وغيره يجيب لي 7 و 8 و 9 و 10 وقولك برزقهم يا أخي رزقهم فين؟ يا أخي ما هو أنت إن لم تعقل الأمر وإن لم تعقل الدين وإن لم تفهم الدين يا ما تحط ليش الدين في جملة مفيدة لأنه في هذا الإطار الموضوع مش دين خالص الموضوع ده موضوع تنظيم والتنظيم الدين بيحض على التنظيم والدين بيحض على القوة المؤمن القوي خيروا وأحبوا إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في النهاية إن إحنا عايزين وليخشى الذين تركهم بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يلا نتكلم هتلاقي ناس لكن أنا بقول الدين حمال أوجه والقرآن حمال أوجه والأحديث حمالت أوجه وممكن تقرأها من أكثر من زاوية وهناك وراء كثيرة في هذا لكن إحنا بنقول هو الدين هيمنع إن البلد تبقى قوية أو الدين فيه في الدين ما يقول أو ما يدفع إن إحنا بقى دولة ضعيفة وعانت سكاننا كثير لأن نبقى ستتدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة لقصعتها يعني كلها هيتلمى حواليكم قالوا من قلة نحن يومائذ يا رسول الله عشان نشائر صغيرين يعني وقلالين قال لا أنتوا هتبقوا كثير لكن كغساء السيل يعني أنتوا هتبقوا كثير معنى الحديث يعني لكن كغساء السيل يعني أنتوا بلا قيمة وده اللي حصلت دلوقتي خلينا نكون وقعيه إحنا شعوبنا ودولنا العربية والإسلامية في زيل الأمم والشعوب عندنا فلوس أو يعني في بعضنا عندنا فلوس لكن لسنا أقوياء ليه؟ لأن احنا تخلينا عن البدايات الأسية في تكوين الإنسان أنا مش عايزة يعني أحاول الموضوع إلى وعظ لكن بقول تاني أنه عوائد التنمية بتلتهم بالزيادة السكانية اللهم بلغت اللهم ما فشت هل أنا عملت لا 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 طبعا هل لازم نجيب أرقام ونقول للناس طب وهل الناس اللي تسمعني أنا في دلوقتي في التلفزيون دلوقتي هل في حد منهم بيعمل بيجيب 7-8 عيال وتسع عيال ما أعتقدش أنا ما أعتقدش اللي عنده تلفزيون وبيتفرج على برنامج زي البرنامج بالتأكيد ما عندهش 7-8 عيال بالتأكيد لا يعني كيف أن أصل بقى للناس اللي بعملوا كده ده السؤال يعني أنا بأتكلمه دلوقتي بالتأكيد إما كرهن مش طيق ويش يعني لأنه إخوان وإما إنه ما عندهش تلفزيون فقير يا إما في منطقة عشوائية ما يعرفش يعني تلفزيون كل دي احتمالات يعني طب كيف أن أصل لهؤلاء الجماعة اللي بيعملوا بيعملوا عملية انجاب انتقامي وانا المصرح دا قلته وبقوله وبعيده ونفس حد بس الناس يعني تتفعل معاه اعملوها دراسة خلي الناس المختصة تعمل دراسة في المناطق العشوائية وبعض المناطق الموجودة انا شفت في مكان فيه احدى قرى محافظة الجيزة والله والله انجاب انتقامي كلهم بكرهوا الدولة كلهم بكرهوا كلهم انا بقول كل الناس او معظمهم يعني دول في حتة كده فيها حازم يمكن حاجة من حاجات حازم ابو اسمعيل غيره المناطق اللي هي موبوءة دي مش عايز اقول اسمعيل لكن القصة كيف نفكك هذا كيف نوجه الناس فيه ناس عايزين يقتنعوا وفيه ناس عايزين ياخدوا على دماغهم فيه ناس عايزين يقتنعوا اقول لو انا مش عارف يعين عايزين اعرفهم فيه ناس متعرفش العازل ومتعرفش مش عارف ايه والوسائل ملع الحامل والحاجات دي كلها المفروض اصلا يتم توفرها مجانا وتروح لون رغاة عندهم ونعرفهم المفروض هذا الكلام وفيه ناس بقى اللي بيقول لك ان هجيب بقى عشان اعرف الدولة دي معرفش الدولة تصرف معا ازاي ناحية الشرعية اللي ناحية القناة ما عنديش فكرة